اشتركوا في القناة من صلاح محسن وشوت الثاني كان سيناريو زي شوت الأول ولكن سموحة أفل نص ملعبه كان بيلعب على انه يطلع بالنتيجة اللي هو تلعب بها النهاردة في الحقيقة انت ما عملتش هاي حاجة عشان تكسب المباراة النهاردة هي الكرة الوحيدة اللي انت قلنا احنا عادين ده التحرك الوحيد الصح اللي عملوا صلاح محسن في الشوت الثاني كل واحد كنا بنقول بيجي بالكرة من الخلف عايزين تحركات جوه الثمانتاشر تسمح له يا يشوت يا يطلع أطراف ونعمل عرضيات ويبقى فيه سيستم فيه جمل تقدر تعمل منه أهداف حتى احتين الشيحات لما فرصة جات له انه يلعب الكرة بالعرض على الأرض اي حد هتربط فيه احد يدخش جول اللي بيروح لعبنا عالية بعيدة في الناحية التانية لآخر واحد جاي المباراة النهاردة تحس كده انها فترة يعني ما فيهاش اي حماس من اي شكل ويا ما قلنا يعني انك هتلعب على انك تلعب مباراة معينة هتكسبها في اي وقت مفيش في الكرة كده ما عندناش في الكرة طلبنا حاجات كتير قوي من جميع اللعيبة اللي كانوا موجودين في الملعب وقلنا على رأسهم حسين الشيحات وامام عشور لان الباقي الخبرات بتاعتهم مت زي اللعيبة دي معايا معلول خبراته اقوى من اي حد تاني من اللعيبة اللي موجودة كلها محمد عبد المانعم والشيناوي قلنا دول من الناس اللي موجود جوي الفرقة ده بيديك امان وده الاتنين عندهم لغة وتفاهم مع بعض فما يخشش في الجول داخل في الدورة فيك كله هم اربعة جوان اللي دخلوا وجيت باخطاء يعني احنا اللي كنا بندخلهم عن اخطاء معينة احنا في الباص في اي حاجة في منطقة مش مفروض نعمل كده العجيب بقى النهاردة كابتن ايمن اه احمد عبدالقادر راجل قاعد بتفرج على الماتش من جوة لازم اخش انا جمر اتنار عارف الحلول من بره وانا بتفرج اقول انا المانزل دلوقتي هعمل واحد انت يا تربعة هخلي المدرب اقول له انت غلطان ان اعطني على على الدكة بره او مبتلتش باية بحاول في اي حاجة بعمل اي حاجة اه حاجات غريبة الولد الزغير اللي نزل زعلوك اه 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 مرة دي في ديئة تمانين بقى نسبق كلكم قلت ان لازم فلان يطلع دلوقتي فلانه لازم ينزل الناس معينة اه مشكلة مشكلة سنتر فيرود متحرك جول هم يترجم لك السيطرة اللي انت شفتها تاني طيب انا وانا يعت حاسس قلت لو هنفضل مسيطرين بهذا الشكل وكلام من ده هنجيب جولة لازم هنجيب جولة بهذا الشكل لازم هنجيب جولة ولكن لما تدي عينك جوة الثمانتاشر اللي بيلعبها ها واللي بيتحرك مفيش غير هو اللي يروح ياخدها انت فاهم مظلي يعني لو لو امام عشور بيلعب الكرة دي مفيش حد غير هو احسان الشاحات اللي عاديين يعملوا البعض الكور والبتاع مفيش حد تاني هيلبنج مفيش حد تاني حتى الراجل اللي السلاسي بتاعهم افشا خرجوه اهو افشا ده بيشوت افشا ده بيبليميكر افشا ده بيطلع اطراف افشا ده بيعمل عاجات كثيرة حتى واحد من الناس اللي انا باعتمد عليهم خرجته ونزل مكانه حد ملوش ضعب الحكاية خالص ده مش ده مش جاي حتى من اصابة ولا جاي من حاجة ده جاي حكاية تدايق الناس والدايق نحنا واحنا بنتفرج كمان ده في استفزاز لي نحنا ده انت لعب كرة في الناد الاهلي يعني مينفعش احنا كنا كلنا بنتكلم قبل المباراة على الروح بلال قالك لو سموحة ممكن تلعب معك هتلعبك بالروح النهاردة بلعب قدام النادي الاهلي هتطلع كل اللي عندي ده انت لو طلعت النص اللي عندك يا نادي يا اهلي النهاردة او يا لعيبة تكسبه خمسة ستة مع الفرقة دي تفضل فاهمني اي فرقة انت ضغط عليها بتطلع كرة بر نظم كرة اعمل كرة اعمل اي بلان حضرتك بص ايه دي انا مش عارف دي ايه يعني في حاجات كتير قوي غير مفهومة غير ان هو عدم تركيز خالص دي لعيبة في حاجة شغلها مش مركزة مش النهاردة انا نازل عندي هدف عندي هدف اطلع بثلاث نكار طب الماتش ده بعد اذنوكو يعني لو هو مع ان كل ماتش بالنسبة لي هو اللي بيدين بطولة طب لو النهاردة ده بتاع البطولة هيتلعب كده ولا هيبقى هذا الشكل بنفس الشكل ده بلعب سموها حكسبها في اي وقت ها تفند وكم واحد جوه خمسة ازرق واثنين احمر ها بين الفرع يعني حتى لو كرة جات لك ها مش هتقدر تشطه على طول مش هتقدر تعمل اي حاجة هتوقفه وبعدين تدور على واحد تاني كل واحد بيتفرج على التاني كل واحد بيعتمد على التاني هو ده اللي خلا منظر الشكل بتاع المبراه كده انا بكلمي الكلام ده لاني مز علان على انك انت ممكن تتعادل بس في حاجات تبقى انت حاولت في حاجات تبقى ضدك في حاجات اقول كان ليه ضرب الجزاء انت احلى كين ما قولتها لي الجنة النهاردة مضيعش وقت غريبا ان هالي السمام مضيعش وقت عشان الكرة الوحيدة اللي راحتله بتاع تعالي معلول اللي خبط فيه ده هي دي الكرة الوحيدة اللي راحتله لا والانفراد اللي هو شلاه كويس والكرة اللي طلحها منه شلاه محسن ما هو مضيعش وقت ما كانش فيه الخطورات الحاجات اللي هي بحتك معاه ده جلنا كم كورنر نهاردة الاحصايات هيقول هنه الانسات زلمهجوة مفيش كورنر واحد تلعب وإلا في ايد بنمرن احنا بنمرنه ده مفيش واحد صلاح محسن اللي هو ما بينطش طب تروح تقف جنبه ما عديش مباراة يقوله روح يقف جنبه يمنعه من ان هو يطلع ياخدها ثلاثة في الخط الستة وثلاثة ده الراجل اللي بيبقى عايز يكسب المباراة بيعتمد عن نفسه مش انا هطلع وعملها بدماغي اه ما جاتش المرة دي اه مش عارف ايه ده كلهم خمسة ستة بتوع سموح ما يشوفوهاش من اللون الاحمر كام كورنر ضيعناه كام ضربة سابتة ضربات سابتة هي اساس الفوز في الماتشاط كلها دولات في العالم كله هارد لاك واللي جاي يكون احسن باذن الله يا رب ان شاء الله باذن الله الجاي يكون احسن كابتن اسامة هارد لك ممكن كابتن شريف اتكلم على حتة التركيز النهاردة طب ليه التركيز كان غايب النهاردة عن لاي في نازلة لا هو يعني غير التركيز تحسن انت مستعجل وما عندكش حيلة يعني حلولك بقيت ديقة في المباراة يعني حتى انت لما نتفرج على الشرط التاني احنا قلنا حيبقى في خطورة اكتر لان الشطر وانا ما فيهوش خطورة كبيرة انت مسيطر وانت اللي مستحوز على كرة اغلب الوقت ولكن حاسس ان الحلول ديقة تعالى من الاطراف ما تحسش ان ناحية اكرم توفيقه كريم عاملة خطورة كبيرة في العرضيات حتى لما كرة بتروح عشان تعمل عرضية بتتعمل عرضية غير متقنة ما لاش اي تأثير النهاردة الغريب وانا يمكن قلتها الشوت الاولاني ان علي معلول اللي هو اكتر واحد بيتقي للكرات العرضية في مصر النهاردة معظم عرضياته قوية ورا ناحية التانية ورا جون تغبط في المدافع يعني ما تحسش انه فيها خطورة فالحلول في الاطراف كانت ضعيفة وما كانتش قوية طب تعالها في العمق التمريرات البينية والتحركات صلاح ما بتحركش كتير يمكن واحدة تحرك فيها كويس اعتقد حسين الشاحات والا امام اللي اللي عبها له اللي هو شاطها وهاني سليمان طلحها يمكن دي اخطر كرة تعملت في العمق مفيش تمريرات واضحة في العمق فانا حس الحلول كانت ضيقة حتى انا حسيت ان الجهاز نفسه مش عارف يستغل الخمس تغيرات يعني هو اعتقد ان هو بيبص على الدكة مش عارف يغير ايه يعني احنا عادل قال احمد عبدالقادر وده كان اقرب واحد ينزل ونازل متأخر في ديئة 80 ونازل معه واحد صغير زغلوك يعني لسه ناشئ ماتشات دي بتبقى في وقت المكهرب ده اللي هو انت نازل عشر دقايق وعايز خبرة وإتقان وتركيز مضغوط وصغير وتحس انه فعلا بتحس الناشئ بيلعب يعني مستعجل ويقع ويعني مش وقت ظروف لعبه صعب فوقت اللعب صعب طيب بقيت التغيرات انت لما تجي تبص في الدكة يعني واحد زي عمر سبعان السولية خبرته كبيرة جدا بس بقى له سنة ونص ولا سنة خمس شهور تقريبا مئة تسعة وخمسين يوم مئة تسعة وخمسين يوم يعني ست شهور سبعة شهور بقيت الناس كلها في الخط الخالفي ياسر إبراهيم محمد هاني خالد عفتاح أحمد دبيل كوكا ما اعتبرش وسط مهاجم برضو في نص الملعب ديانج يعني تحس كل التغيرات في الجزء الخالفي فهو ما فيش حول وهو أنا أريد أقول الحاجة برضو بالنسبة بالنسبة للتغيرات هو بالنسبة للتغيرات انت عشان تكلم عن الخط الأمامي هو مجبر أخاك على بطل يعني هو عنده كهربا موقوف فبالتالي ماشي يدري يلعب النهاردة عنده مين اللي جاهز مودست مش جاهز بسبب الإصابة عنده الوحيد اللي جاهز صلاح محسن كراس حربة مين البديل بتاع صلاح محسن فيش غير زعلوك وهو طهر محمد طهر فين طهر مصاب برضو مصاب أنا أيمن فيه أحيانا تتزيني لازم أفكر أنا مش بقول ده انه ده كان الحل الأقل بس مثلا بس انت شايف حلول الدكة قليلا ماشي يبقى أنا مثلا واحد زي أفشا ونقص عشر دقائق على نهاية اللقاء وانت بتوسط يعني انت المسيطر على الكورة وانت اللي هتحط الكورة في 18 كتير وكده طب أنا خلاص طالما ما فيش غير أفشا ليه ما خلي زغلوك زي ما هو وممكن اروح مدخل حسين الشحات جوه شوية جنب صلاح مثلا زعلوك لما انتظك إن الزعلوك يفضل موجود متواجد لا يعني غير أفشا ليه طيب أنا غير أفشا ليه طب ما خلص نقص عشر دقائق طب ما نخلي أفشا ونزل لأحمد عبدالقادر وخلاص وزود حسين الشحات قدام شوية تحت 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 صلاح موحص أو أفشا تحت صلاح موحص يعني يعني تغيير لا ماشي تغيير لحمد عبدالقادر ممكن لكن أنا أقصد أنت حتى أنا مش بقول إن أفشا كان مكسر الدنيا بس خلاص الوقت خلاص أذف وثمانين دقيقة وبرضو عنده خبرة ممكن يعمل لك تمريرة ممكن يعمل لك كرة عرضية ممكن يسددت واحدة يمكن يعمل وجوده مهمة في الملعب خلاص عشر داي وإنت حلولك برا مش كتيرة يعني يعني أما الأماكن مش بتاعتهم يعني اللي هي مش هتطور فيها في الهجوم كتير معظمهم لعبة مدافعين أو وسط الملعب المدافع فعشان كده أنا بقول لك بقية التغييرات أنت ما عرفتش تستفيد منها يعني أنت عملت تغييرين متأخرين ما عرفتش بقية التغييرات لكن حتى الضربات السابتة النهاردة جالك ستة كورنرز في الشوت أولين ستة في الشوت التاني للأسف بتعمله وحش جد يا إما بتتعمل قصيارة بتتروح مقطوعة يا إما تتعمل في إيد الهاني أو على القايم الأولين ما بتوصلش فمعظم الضربات السابتة ما عرفتش تستغلها كويس سواء كورنرز سواء فاولات ففي شوية حاجات ممكن يكون برضو جزء من التركيز راح منك بس أنا مش عايز أعول برضو كل حاجة على أنه اللعبة مكنتش بتركيز هو اللعبة بتجري وبتحاول لكن الحلول كانت النهاردة قليلة سواء في الشروط الأولين أو في الشروط التاني وخاصة في الشروط التاني لأنه الشروط التاني تقريبا فرقة سموحة اتقلبت في الشكل الدفاعي تماما يعني هم بس بيدفعوا عن مرماهم يعني تقريبا الشي النوي مجدوش كورة الشروط التاني يعني كورة مراحتش الشي النوي فيه واحدة بس اللي إحنا كلنا قلنا أكرم ما تزحلقش عشان الراجل ما يقبش جوة 18 بس الحمدلله طلحها من قدام المهاجم وهو رايح انفراد من غير ما يعمل فاول أو بنالتي يعني فالأسف الحلول كانت غايبة وضيقة ما استغلناش الضربات السابتة اللجناب ما كانتش شغالة كويس سواء معلول سواء أكرم توفيق سواء كريم فؤاد سواء الشحات سواء أي حد يلعب على الأطراف النهاردة العمق كمان التزديدات ما كانتش مركزة يعني إمام حاول كتير في التزديد ولكن يا إما كانت بتطلع فوق العرضة بمسافة أو جنب العرضة بمسافة يمكن واحدة ولا حاجة اللي جات في 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 من الثلاث خشبات وقدر يسيطر عليها الهاني سليمان فأنت الحلول التهديفية النهاردة تقريباً كانت غايبة يعني معظم اللعيبة ما كانتش في أحسن حالات هالنهاردة وبالذات لعيبة الأطراف ولعيبة المهاجمين ما كانش في حلول واضحة لنا يعني فنتمنى إن شاء الله ماتشو عدو إن شاء الله ربنا يوفق في الماتشات الجاية إن شاء الله كابتن عادل هاد لك كنا نتمنى المكسب طبعاً ولكن ما زال المشور طوينا طبعاً كابتن يعني كما تنتكلموا على أداء جوه المباراة أنا مش هتكلم على اللي حصل جوه المباراة أنا هتكلم على أربع نقاط مهمة جداً لازم نتكلم فيهم واضحين علينا على مستر القنار رقم واحد لازم يرجع حتة ثبات التشكيل لأنه فيه لعب كتير أو في التشكيل تحقيقاً أه بتدور علشان عندك بطولات كتير ولكن يجب إن لازم يكون فيه ثبات هذا رقم واحد رقم اتنين لازم يرجع كمان أوقات التغييرات يعني هو التغييرات مش يعني مش هنتكلم عليها إن ده نص لازم يعني نص اللي هو طول الوقت أغير في الديعة الثمانين وفي الديعة السبعين ليه؟ لا أنا المفترض إن أنا أغير في أوقات المفترض إن اللعيب زي ما اتفقنا إنه يقدر يلعب ويدخل ويتأقلم جوه المباراة فالرقم ثلاثة مراعاة مراكز اللعيبة برده التغييرات في مراكز اللعيبة التغييرات في مراكز اللعيبة لازم يراعيها شوي يعني حد فيه تغييرات كتير أو في مراكز اللعيبة شوفنا لعيبة بتلعب في أماكن مش أماكن دي تلاتة حاجات الرابعة بقى التدريب لازم على المواقف السبتة كتير يعني أنت عندك النهاردة خمستاشر كورنر ويجي خمس فاولات من حوالين التمنتاشر مستغلتش ولا واحدة منها فلازم الشغلة جاية الكورة السبتة دي حاجة مهمة جداً كاس عالم سنة التسعين انتهى ببنالتي فيه كاسات عالم كتيرة قوي وبطولات دولية انتهت بكورة سبتة فيجب ان احنا نشرع الفين أما الكابتة نتكلمه على أداء اللعبة جو الملعب من التحرك ممكن يكون خطأ من اللعب من الحاجات دي لكن انا هدوس على حتة قالها الكابتن شريف وكانت مهمة جداً اللي هو انت لازم ويمكن الكابتن أسامة كمان أشار إليها اللي هو انت لازم انا لما قعدك برا وديك فرصة لو ديئتين لازم تنزل الملعب تثبت لي ان انا غلطان كمدر ودي حاجة بتبقى مهمة جداً بتبقى في إسران اللعب انا شاف في بعض اللعبين بيستسلموا للأمر الواقع ودي يعني ان هما خلاص قعدوا برا وما بيلعبوش وما احتياطي لا يعني دي لازم تتغير في فكر اللعبين الاربع أسباب اللي انا كلمتك عليهم دولا من اللي مستف كرة لازم يرعيهم الفترة الجاية انا بقولهم علشان عندك مواجهة صعبة جداً يوم سبت غير السبت كمان انت عندك مواجهة تكسل عاملة عندية مباراقة هتبقى قوية جداً فرقة عندها كل المقاومة يمكن النهاردة انت مقدرتش تجيب جون لكن ما كانش عليك خطورة لكن انت هتلاعب فرقة تقدر تجيب جون وتقدر تمنع جون فرقة كبيرة فانا بتكلم من دلوقتي الأربع أشياء اللي احنا اتكلمنا عليهم دولا من كابتل لازم يتراجع ويتراجع قوي قوي لهو سبت التشكيل اتنين أوقات التغيير لازم تتغير مراكز اللعب اللي لازم يبقى فيها انتظام التدريب على المواقف السابت عشان لازم تستغلها لان الفرصة لما بتتفنش بكورنر فده تكملت الخطر بتاع الفرصة فرصة ما بتحسبش فرصة بتاعة الكورنر دي حتى لو قمت في العرضة وتلعد لو ما ترفقتش وجات جون ما بتبقاش فرصة أصلا اللي جات في العرض نفسها فعشان كده بقولك انه يعني انت خسرت أربعة بنت وأربعة في الدوري واتنين تعادل والتعادل الجيه بالفرقة اللي قدامك ما بتبقاش أفضل منك انت اللي أصلا يعني بتضيع وقت كتير أنا بتكلمش جوا الملعب تضيع الوقت التكتيك تضيع الوقت النزول اللاعبة بين الشوتين ما فيش منع الاتحاد الدولي عمل خمس تغيرات عمل خمس تغيرات ليه؟ انت لما تغير في الدقيقة الثمانين يا كابتن أيمان مش تستخدم الخمس تغيرات انت بتغير خمسين في المية من فرقتك يعني ممكن انت تغير تكتيك كامل ده اللي أنا بتكلم عليه يعني تغير الفكرة بتاعة التغيير متأخر لأنه ده يعني انت بتكلم في خمس تغيرات عندك خمس تغيرات في ثلاث مواقف معمولة أصلا عشان تعديل الطريقة ما بين شوت وشوت انت الأقوى وانت المفترض ان انت اللي بتلعب على المكسب فانت لو ما حسمتش الأمر في الشوت الأولاني فبتحاول الشوت الثاني فلازم تبدأ أولا بأول موقف تغييري عشان تغير التكتيك انت لو غيرت في الدقيقة الثمانين فانت مش هتغير أكتر من اللعب حتى اللعيبة اللي انت بعد الدقيقة الثمانين لما بتجي تغير المشكلة انك انت كده بتضع وقت عارف ليه بتضع وقت لان الفرقة اللي قدامك أصلا هي محتاجة تهد الملعب فانت لما بتغير في الدقيقة الثمانين بتهد الملعب فكل الحاجات دي لازم مراجعتها لأيام الجاية إذا أردت انك انت ترجع تاني للمكسب المباراة اللي وراء بعض الملعب بإذن الله رب العين أكيد هنرجع مشهور مازال طويل كابتن بلال سيطرة النهاردة تقريبا شبه كاملة للنادي الأهلي ولكن في النهاية النتيجة لم تكن متوقعة ولم تكن منتظرة يعني وكنا نتظر أفضل من كده أكيد كابتن كنا منتظرين مكسب يعني هو الأفضل من كده أنا هو أنت عايز ما أكسب هي مشكلة المباراة دي إن هي دي تاني مباراة على التوالي تمام؟ ومشكلتها الأكبر بالنسبة لك إن هي جاية بعد فترة روح تمام؟ انت ممكن وانت ماشي في الطريق تكسب 3-4 ماتشات وتقع ماتش وارد طبيعي جدا وارد في كرة القدم انك تقعي وارد جدا إنك تتعادل لكرة القدم فيها كل حاجة يعني وارد إنك أنت وانت ماشي في الطريق تعمل ماتش وحش ماتش قليل ماتش تقصى فيه ماتش تتعادل فيه دي دي دا سمت كرة القدم يعني ودي طبعاتها بش تكسب كل ماتشات بش تكسب اللي 34 مباراة اللي اتلاوهم في الدوري كل مباراة أفريقيا قوي مباراة بتخش فيها هتكسب فيها لا استحالة يعني ولكن الأمر اللي احنا كنا بنا تمناه إنك أنت تبقى يعني عندك أنياب حقيقية للمكسب تمام؟ خد بالك أنت ممكن يبقى عندك سوق توفيق في المباراة وده برضو أمر طبيعي ممكن تشتكرة في العرضة واحدة جانب العرضة واحدة جولة تلاح وانفراد وتطلع منتش مغلوب واحد سفر تمام؟ وهنسقف لك برضو وقول لك هارد لك عملت ماتش جايد لكن سوق التوفيق هو اللي خلاك أن أنت ما تكسبش المباراة أو ما تسجلش أهداف ولكن النهاردة كابتن أيمان والمباراة اللي فاتت تحديق والمباراة اللي قابليها برضو والمباراة اللي قابليها الأربع خمس مباراة اللي قابلي كده الأمر الحقيقي محتاج واقفة رقم واحد من المدير الفاني لازم مدير الفاني يوقف على فرقته أنا النهاردة لازم أشوف أن رايح فيه أنا حتى أنا عايز إيه المتشاتة اللي جاية دي أنا عايز منها إيه خلاص اللي فات ده أنا لو كسبت المباراة المؤجلة بالنسبة لك هتبقى أنت فارق نقطة عن الوصيف بتاعك أو رقم اثنين فبالتالي أنت لازم تفكر إزاي تحل السلبيات بتاعتك هو أنت خلاص أنت كمدير فاني أخدت بعض القرارات الخاطئة من بداية السيزون فبتعاقب عليها في الوقت الحاجة خلاص خلينا يعني نتكلم يعني بمنطقية خلاص أنت مثلا ماشيت لعيب وجبت لعيب تاني وكان عندك قناعات بيه موفقتش فيه فأخدت بعض القرارات ناكت ماشي ده وتجيب ده وتحط ده وتده عملت التشكيلة التوليفة اللي ترديك انت كمدير فاني تمام واللي بتبحث عليها وما وفقتش فيها فبالتالي أنت بتعاني لازم بقى يبقى خلاص نعدي المرحلة دي نعدي مرحلة أننا خلاص حسبنا على اللي فات على الأخطاء اللي فاتت اختيارات ولعب وتشكيل وتغير في التشكيل ومش عارف مين هي لعب ومين مصاب ومين مش عايز ومين مش هيا ومين حطوا على دكة البداء كل ده لازم نتلاشي كل ده لأن خلاص أنت الدوري ما انتهاش أنت الدوري لسه عندك مرحلة مرحلة كبيرة كمان انت نارضا المباراة الخمساتة يعني عندك عتاق 28 لسه عندك 28 مباراة فـ 28 مباراة لازم تبتدي انت كمدير فني تمام وكا لعيبة كمان لعيبة عليها مسؤولية كبيرة يا كمان تمام أنا في بعض الأوقات لازم حس ان اللعيب بيسيب جلده في الملعب في بعض الأوقات تمام عز حس ان انت الاسبيرت بتاعت النادي الأهلي اللي احنا تعودنا عليها الروح القتالية العالية جدا الأداء الجماعي اللي احنا متعودينها لازم يوجود في ماتشات كتير ممكن تفتقد بعض الأوقات مجاد تعبان مباراة متواصلة وورا بعضها زهقت شوية من المكسب كل ده وارد في كرة القدم وامر طبيعي لكن الأمر اللي مش طبيعي لما يعني زي ما بنقول كده باللغة العربية لما يدق نقص الخطر تمام لازم النهاردة كل لازم لازم بقى في وقفة لازم بقفة لازم بقفة للعيبة نفسها لعيبة كبيرة كمان الموجودة في ملعب لازم يبقى المدير الفني كمان يبتدي يفكر يقيد حساباته مرة تانية يشوف انا هبتدي المرحلة الجاسبة المرحلة الجاatal صعبة جدا خد بالك هي صعوبة المرحلة في قياتك صعوبة المرحلة في النهاية لما تعدل مع الجونة تمام من أسهل فرق دوري محترم من الجونة وجهت عادل مع رقم 12 النهاردة من أسهل المباراة اللي ممكن تكسبه النهاردة هيفي سكور النهاردة سموحة محترام من فرق سموحة لعنده هجوم ولعنده تفايع محترام من فرق سموحة يعني وقبل الماتش كان بيقولوا فيه واحد اسمه دوكو دودو هيروح أوروبا أنا مش شايف أن حتى ممكن يلعب في بلادية المقناة اسم محترام يعني لكن العناصر متوضعة الفرقة كلها على بعضها متوضعة عندهم أطوال في الحتة العالية أنت مش قادر تخترق الأطوال بتاعتهم لكن عندهم كوارس ملعب مفتوح ديك تقدر تروح بحاجات واحدة واحدة تقدر تتمل جمل تكتيكية تقدر تصاب نص ملعب لكن أنت اللي أسرت كنادي آلي في المكسب النهاردة هو ما عملتش ما أبدعش النهاردة في الملعب أنا مش شايف أنه أبدع في الملعب نهاردة اسموح له كم فرصة على الجون له كم مرة استحوز له كم مرة ضغط عليك تمام وعمل فرص حقيقية للتهديف ولا مرة ولا مرة بسنمسوا كرة تلعبت بالعرض مثلا وطلح الدفاع واحدة بتاعت حسام حسن اللي خد فيها أنظار هيا كرتين تلاتة تقريبا اللي ممكن يكون حاول مجرد المحاولات لكن أنت النهاردة أنت تمسك الكرة في نص ملعب لكن المشكلة كابتن آيمن أن أنت طريقة اللعب اللي بتلعب بيها للأسف مش قادرة تخلق لك فرص حقيقية لنهاردة في مشكلة في حتة تكتيكاية مشكلة ايه؟ نهاردة كل كرة مجدي أفشا عايز يستلم بظاهره لا أنت الماسترو أنت رقم عشرة أنت المفترض الكي بلاير تمام؟ أنت اللي بتمسك الكرة وتحاول تلعب لعبة وتعمل التروبس وتنزل وتستلم من الاتنين الميت في الدرس تبقى جميع مش أنا كل كرة بحاوز أستلم في التمنتاشر لا ده لازم أنا كمجدي أفشا أفكر فيها عشان كمان المدير الفني يغير وجهة النظر تمام؟ لازم يعني أنا النهاردة أنا أعيز أنا أنا دوري إيه في الملعب؟ دوري أن أنا أصنع هدف أو سجل هدف أنا كرقم عشرة نهاردة نهاردة مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد في آخر دقيقة والنادي الأهلي متقدم 25-22 إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكسب بإذن الله رب نتمنى له المكسب بإذن الله والحصول على التطولة إن شاء الله إن شاء الله مش فرق قريبه لكن دقيقة يعني أعتقد وقت إيه؟ لا فيه متروض من الأهل الاتنين فيه هجمة صعبة يعني بس فرق ثلاثة عادي يقتين يبقى إن شاء الله المباراة يعني هنروح إن حادي الأول نخلص معهم لا فقط نخلص معهم النص دي ألي باية طيب إشرح عن النص دي لا أكمل كامل أولا يوجد نزعها موجودة معنا السورة كمة الإثارة هنا فبالظبط لاني 25-23 والنادي الأهلي بيعاني من نقص إشرح إشرح أبلالي مطلوب من أين اللعيبة إثنين اللعيبة في آخر ديئة تقريبا لعبة كتيرة نمسك الكرة بقدر إمكان ناخد فاولات بقدر الإمكان ونضيع الوقت إن شاء الله بإذن الله بس هنا فليات داع طاقة فيه وقت بيضيع؟ لا بس إحنا الكرة ما تفقداش بسهولة الكرة لو فقطتها بسهولة هتروح الفريق الثاني وممكن يعمل عليك هجمة فأنت تاخد فاولات إضاعة إيجابية لله أيه بالظبط دا بشكل إيجابي يعني لأن طبعا إذا ما ترود منك نلعب دا كتير جاي بالظبط كده كتير اللي هم سيت تلعب سيت تهدي الدرباء عمز طبعا كتير أوي كتير أوي كمان في الملعب غير حالة الملعب بعد ما جود بدني مضاعف الأمر بصحية الأمر بيبقى وفي اليد أعتقد ما فيش حاجة سماء رجع لجونة لا ما فيش متعديش نصماء عبت لا متعديش نصماء عبت غير ما سموحنك تعدي نصماء هو عمسك كرة بالظبط بالظبط بتشتغل كده لعب السلبي للوقت قال لعب السلبي نايس لقاء لعب لعب السلبي بنا نصطر بقى وإيه ما أنا بقول لك الأمر طبعا هو كده بقى هي هو هو الطرد ده بقى ديها كبت ديئتين يعني هما ديئتين كملين يعني لو أخر ديو بقى هما ممش هينزله هممش Io هنزله كده أنت خلاص هتخلص نايس بتعطي ثين ثانية أو عشرين ثانية يعني نعمل العشرين ثانية هتعد على خير نايس كم ثانية خامس ثواني خمس ثواني خمس ثواني تقول لو خمس ثواني يبقى خلاص تقريبا إن شاء الله بإذن الله شاء الله يعني إن شاء الله الخمس ثواني مش عارفين بالضبط نايسي خلاص خلصت اعتقد كده خلص الماتش خلص الماتش مبروك للنادي الاهلي للمكسب فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك 25-24 في قمة كرة اليد مبروك للنادي الاهلي مبروك للنادي الاهلي طبعا ان شاء الله مزيد من الانتصارات هنرجع للنقطة المهمة بالنسبة للتشكيل اللعيب لازم يبقى كمان لدور ايجابي وفعل في الملعب وزاكي في الملعب الاهلي كلهم اسكية المفترض دول اعلى كواليتي في مصر كلنا فالمفترض انا النهاردة لما اجيب لعبة 4-2-3-1 ويبقى عندي لعيب هو ده المفرطة المايسترو او البصير او البلاي ميكر ارقب عشرة ده طبيعي انا شفت الشوط التاني تقريبا كلهم مجدعبش حقوق السلم من عال 18 بظهره هل من المنطق تمام انك انت تبقى دايما في 18 عالس السلم لا مين لعب الفرق المفترض ان انت كامكانياتك وقدراتك انك تجي تلعب بوشك تمام اش تعمل الثرو باس تعمل الثرو باس تغير ترفع عينيك تحط كرة اللعيب تعمل كرة العرضية ده طبيعي جدا لكن ما جيش انا في نهاية في مداية الشوط التاني ابتدي علعب كاني راس حربة فابتدي اسهل على اسهل حاجة للمدافع كابتان اعمل ان واحد يجي لبضهره ده اسهل حاجة اسهل حاجة ان واحد يجي بوشه ويشتغل عليه واحدة ده واحد تمام ودي الحتة اللي احنا النهاردة الاهل فقدها فقد انك تروح واحدة ده واحدة وتعدي نهاردة كام واحدة ده واحدة عدينا النهاردة حسين الشحات تقريبا مفيش مجد افشا اعتقد مفيش من ناحية تانية كريم فؤاد اعتقد برضو مفيش لا لا كرة الامام مشهور واحدة في بعض الاوقات الحلول الفردية بتبقى هي ده الحل بالنسبة لك يعني انه نهاردة فرقة سموحة بتعمل عاملة زون ديفينس وعملة بلوك جامد جدا لانهم ما عندهمش حل تاني هو ما عندهش حل هجومي هو ما عندهش يعني هعمل ايه يعني ستيب توبا او بلان يعني البلان التانية بعد ما استلم اعمل ايه هول كاونتر اتاك ما عندهش سرعات فبالتالي وبيلعب على حتة ايه بلعب على حتة ايه بلعب على حتة اتنقاف الكرة ساوي وبتدي ينقل الكرة فانت تدينيهم ساحة فبتدي يخرج بالكرة واحدة ده ده اللي انا شفت فرقة سموحة بتنبيه اللي استحواز السلبي جات له فرصة تمام من خطأ مثلا او عدم رقابة او 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 كي ما جات لهش فرصة هو اشتغل او اشتغل على دي طول المباراة كلها كابتنا فالنهاردة انت اديته الفرصة انه يعمل كده فكان من الطبيعي جدا انك انت النهاردة مباراة الواحدة ده دي المباراة المفترض استغلي في المباراة بتاعتي انا كمجدي افشا انا كعبدالقادر انا كحسين الشحاة انا ككريم فهد ده الماتش اللي المفترض يظهر فيه الكواليتي بتاعت اللعيبة بتاعتي تمام انا النهاردة مش قادر اخترق كتاكتكس يبقى لازم اخترق كشغل انديفيدل لازم المهارة الفردية تبان في الحتة دي وده اللي احنا افتقدناه النهاردة وده اللي اعتقد من وجهة ناظري هي ده اللي خرجتنا بنتيجة التعادل النهاردة انت بتلعب بتعملت كرة عرضية كتير جدا اوكي استحوزت كتير جدا اوكي ماشي هم هم عندهم اطوال كتيرة في 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 الثمنتاشر وعملين بلوك مش هتقدر تشتغل زي ما انت بتعمل بالعرضيات او تختارك بالدبل باص لكن كان ممكن لو حاولت واحد ده واحد وتروح وتشتغل فردي ممكن انت تكسب بمباراة و تسجل هدف اهدافين او ترده او حتى كمان تستغل التصويبات اللي ما كانتش فيها غير واحدة او اتنين واحدة المجدي افشا واحدة اللي ما معشور وهما دوله الكورتين اللي سوابطون من بعيد فكانت فدي حل من الحلول الفردية اللي مفترك وتشتغل بين النهاردة ما اشتغلتش بين النهاردة ولكن خلاصية مباراة انتهت تمام مباراة عدت اللي جاي مش عايزة اقول اصعب بس اللي جاي اهم من اللي فات ما زلت انت النهاردة عندك مباراة تقدر من خلالها ان انت تكسب ان شاء الله وتتربى على قمة الجدول الدول التاني ولكن لازم برؤية تانية بشكل مختلف تاني يبعدنا سرعة في الاداء اكتر من كده كابتن ايمان واعتقد ان مستر كولر هيتكلم مع لعيبة وهيقعد وهيحسن الاخطاء واعتقد كمان اللعيبة هم اخدوا درس من المباراةين اللي فاتوا درس كبير جدا عشان تعرف ان انت لما بتدي فرصة للخص او ما بتتغطش عليه او ما بتقتلش او ما بتلعبش يعني ضغط بشكل كبير ممكن ان المباراة تخرج بالشكل اللي احنا شفنا النهاردة وما زال المشوار طويلا طبعا الزعلانين اللي فقد نقطتينه ولكن ان شاء الله قادم افضل ودايما بنتعلم من اخطاءنا وباذن الله البداية القادمة ان شاء الله او الماتش اللي جاي ان شاء الله هيبقى يوم السبت مع يونج افريكنز في تانزانيا نتمنى ان شاء الله التوفيق النادي الاهلي والاخطاء اللي احنا شفناها في ماتش النهاردة يقدر مستر كورر ان هو يشتغل عليها وفيه فيه وقت يومين ثلاثة كده ان شاء الله قبل السفر باذن الله كل التوفيق النادي الاهلي هنروح لفاصل نرجع بعد فاصل نستقبل كابتن احمد فوزي حارس مارمى النادي الاهلي السابق والحديث عن اداء حراس المارمى اليوم ارجوكم انتظرون بنرحب بكم وراتاني عزيزام شادين بنرحب الزميل العزيز كابتن احمد فوزي بسال الخير يا احمد بسال نورا كابتن الى امور هارد لك النهاردة الحمد لله يعني الحمد لله رب الله كواس ان احنا وقعنا دلوقتي احسن ان نلعب ماتش ينج افريكانز بالطريقة دي اعتقد النهاردة الحمد لله نقطة ممكن تفوى اللعيبة وتفوى الجهاز كله على اهمية المبارات القادمة وانا مش شايف ان يعني اه فقدنا نقطتين نقطتين ولكن ان شاء الله المباراة الفرق اللي لنا ان شاء الله طبعا ان شاء الله بإذن الله مش نايت المطاف يعني اه عادي يعني ده شيء طبيعي وبيحصل ان احنا نتعدل وكويس انها جابت لي عشان نفوق فيما بعد تتعود ان شاء الله بالزبط الاول قبل اي حاجة ظلمنا الهاني سليمان قبل المباراة وقلنا انه هضاع وقت كتير للامانة اول مباراة في تاريخه ما يضاعش فيها وقت للامانة بس ما هو ما فيش كرة راحيت له دي دي جانب والجانب اللي هو بيضاع وقت دي حاجة تانية يعني هو كان بيقعد في ضربة المرمى سبعة دقيقة ونصف لا اعتقد انه نلعبها بسرعة في واحدة ويع فيها في الاخر ام على طول وديه مضح حاجة هنمشي اه مشي 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 كابتن ايو كابتن فهنبتدي الحالات يا كابتن ان شاء الله في دقيقة 16 لونج بول من خط ظهر سموحة حصل بين رمي ربيعة وبين الشناوي عايز اقف هنا عايز اقف هنا ثواني ثواني الكرة في نص الملعب بتاع سموحة بعد الخط بعشر ياردات الطبيعي ان التمركز بتاع الشناوي في الوقت ده يكون عند نقطة البنالتي ده الطبيعي انما الشناوي هو مش باين هنا الشناوي دلوقتي كان في جوه السكس يارد لما كرة جات في ظهر عبد المنعم بقت قريبة لمين بقت قريبة لمحمد الشناوي رمي سبها ثواني وحتى بصله لا بعد كده الناس جاء تضغط عليه والشناوي قال له طلع قدام طلع قدام الطبيعي في الوقت ده اصلا كرة لما تسقط هنا كان لازم يكون الشناوي موجود هنا عشان كده التمركز بتاع الشناوي كان متأخر شوية وكنت اتمنى ان هو يكون موجود بدري عشان يحللنا لما احنا ناخد الكرة ونستحوز ونبتدي هجمة غير لما رامي ربيعة يبقى في مشكلة ويحطها برا في القاوت وتبقى هجمة علينا فدي انا شايف ان دي يعني ممكن تكون حاجة بسيطة ولكن هتأثر بعد كده في شغلنا واستحوزنا على الكرة وان احنا نبقى مكملية نروح للحالة اللي بعدها في الديهة واحد تلاتين زي ما قلت لحديتك سواني معلش زي ما قلت لحضرتك ان كل الكارانر اللي بتتلعب او الفولات على الهانس لمان في الكورسات هاني عنده مشكلة فيها يمكن احنا النهاردة سيطناه احنا عملنا كل الكورسات بلالين بدليل هو طلع خد تلات اربع كورسات بلالين بمعنى كلمة بلالين في قلب السكسيارد مش حتى على خط السكسيارد عشان ياخد مساحة الوحيدة اللي هيجري وياخد فيها جنب دي بص هيطلع مش عارف يمسك الكورة هطوع منه لو في حد مكمل تحت الهانس لمان في الكورة دي تحديدا كان ممكن ياخدها اللي انا عايز اقوله ان اول كورسة لعب على السكسيارد وقعت الكورة من الهانس لمان ودي مشكلة كبيرة احنا قلنا قبل الهوى ان احنا لازم الكورسات كلها تبقى في المنطقة دي وهو مش هيطلع انما كان بيطلع النهاردة بنعمله الكورسات جوه السكسيارده وباللونة واخد وقت في الهوى عشان كده كان بيقدر يطلع ويتعامل معها نروح لديها اربعين نروح لديها اربعين والحالة اللي بعد كده بص ماشي امشي معايا وقبل ما يلعب كريم وقف ستوب هنا ستوب سواني بص الهاني واقف في حتة وحشاوة اول البص ده لو تعمل كويس لصلاح محسن عند نقطة البنالتي الهاني مش هيقوح مظبوط الهاني المفروض في حتة زي دي يبقى واقف على السكسيارده يعني لو هاني واقف على السكسيارده والكورة تعملت عند البنالتي ممكن ياخد خطوطين ويعمل تراي ويجيبها انما هو واقف في حتة وحشة الاوحش منها ان الكريم لعب البص في اتجاه الهانس لمان لما نبص على البص البص في رجل عند الهاني سليمان وكمان وقعت منه لو حسين الشاحات مكمل لجوه او امام لو مكمل لو امام مكمل كان جابها لو افشة موجود كان كامل نرجع تاني عشان هقول نقطة صغيرة بس هنا حسين الشاحات على البعيدة لما كرة تعملت وقف ليه المفوض يقطع لجوه اجباري لازم يكمل مع الاسترايكر التاني يعني في استرايكر واحد يكمل التاني لازم يجي في البعيدة لازم امام يخش في القلب تحت على الدايرة ومعاه افشة طبعا هو تصرف خاطئ جدا من الهاني وتوجيه كرة في حد ذاته كان غلط كان ممكن يعمل كده بس يوجهها كورنر الناحية التانية انما هو اوجهها في قلب الملعب بس ما فيش تكملة من عندنا للأسف ودي يعني انا بالون فيها طبعا الهاني كشغل لحارس مرمى بس بالون فيها المهاجمين لانهم كانوا لازم يموجودين او خط النص تقريبا نروح للكرة الوحيدة اللي في الماتش كله تلعبتها الجون الكرة دي الباص بنعلي معلول صلاح محصن قطع وسطب قبل ما يلعب معلش سواني سواني معاي سواني معاي سواني معاي قبل الهو انا قلت لحضرتك الهاني مميز جدا في المفرضات وفرد الفعل في المناطق الدايئة وايه ويا كابت قلت لك يعني اي حاجة على الارض جنب رجليه هتخش انما دي بقى على الارض ما ينفعش تلعب على الارض جنب رجليه ليه لان انا جاي من زوى دايئة واكيد بلال يبقى قادرى مني بالحاجات دي انا جاي من زوى دايئة هحطها فين انا كحارس مرمى هنزل لقى في الارض هكنس زي ما سليمان كامسين لو صلاح بس عمالها عالية عالية انا قلت لك فاي زوى دايئة دايئة عالية هتخش انما صلاح للأسف عمالها على الارض تحرك الهاني سليمان قبل ما قبل ما قبل ما صلاح يجيله كان عشرة على عشرة الامان ليه لانما تمشي معايا كامل معايا واحدة واحدة هو ما شافوش فوز هو ما رفعش عينيه صلاح ما شافش اصلاح كان بصص على عشرة لو رفع عينيه حطها في البعيدة بالراحة خالح اي حطها في رجله هو لو شافوا يا كابت بلال في اي حط في اي حط الديئة فوق وعالارض اي حط رفع خفيفة كده كمان في البعيدة هاي جاي كانس زي ما بيقولوا كده كانس الارض لو كان بس حطها من فوق وحطها مشاركة لعيبة سموها معايا برضو يعني قلل حيطة التفكير شوي هو مبصش اه بس مقدرش ان هو يعملها بنفس التوجيه اللي انت قلت عالي انا مع حضرتك تماما لو ما فيش لو ما فيش المدفع ده على اقل كان ممكن يبوس المدفع ده كان على اقل ممكن يلمح الهاني سليمان بس هو ما لمحوش عشان خاطر معاه مدافع فهو عايز يلحق الكرة قبل المدفع بس احنا بنتكلم في ان الهاني سليمان صراحة التصرف بتاعه هاي في الكرة دي وخاصة الحركة اللي قبل ما توصل الكرة لصلاح محسن يعني انا شايف اللي خلاق رايب او كده اثناء البصمة بيتعمل هو خد خطوطين سرق بيهم صلاح محسن وبقى رايب منه اعتقد ان هاي عمل شغل كويس في الكرة دي بعد كده يمكن مفيش حاجة ممكن نتكلم فيها في ديها ستة وستين ونص يعني خلاص سبنا من الحالة دي وخش على الحالة اللي بعدها يعني حالة غريبة ممكن تخسرنا جيم وحالة سواني قبل ما نجيبها السنة اللي فاتت في موتش ده سموحها تحديدا مع حسن حسن او اللي قبل اللي فاتت منتقى بالزبط من سنتين وشوية اه اللي هي السنة اللي خسلنا في الدول سنتين وشوية مزبوط اه السنة اللي خسلنا فيها الدولة كرة في رص المالة كرة زي دي بالزبط وبرضو الشنوي اخطأ فيها وحسن حسن احرز منها هدف وكذبونا واحد سفر وكان هنا في استاذ السلام على ما اتتذكر الكرة دي باص بن علي معلول وانا قدامي 25 يار بعد ما اروح لكرة استنته وقفت وبعد ما وقفت عملت حاجة غريبة هو كان عايزي باصي ولا عايزي رأس انا مش عارب يعني دي انا يعني جسم وضعه التشريحي ان هو كده هيباصي هو فكر في الترئيس في الاخر اكب لا هو شالها اه يعني شالها من تحدي لا بس هو فكر تفكيرين هو في الاول اول اول حاجة هو بيوقف كان يباصي هو بيوقف كان ان هو بيسند عشان يشوت في الحتة الفاضية انا ما احضرتك فلا اقفال حسام حسن فما عندهش حل لازم يرقص لا انا معلش ما احترام طبعا اكيد حكنام حقيتك صح بس انا وهو بيستلم هنا قبل ارجع ثواني 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 بس هو اول حاجة عاملها بص على اكرم هو كان عايز يباصي ناحية اكرم لا يعني ضغط لا اكرم لا يبسموح لا اكرم مع واحد المفروض بقى خلاص اخد واحدة واعمل واحدة في نص الملعب دا حسام حسن دا المسافة عليه انا معا ممكن تبقى فيها ريسك تجي في جسمه يبقى انفراض طب هو الريسك يا كابتن لو هو بيرقص كده والكورة طالت وحسام حسن خده لا ما هو ما هو يا احمد دلوقتي هو قرر انه ياخد يعدي ماشي هو قرر يعدي القرار شكاة هو قرر ايه اصلا هو القرار الاولاني لما يعني حرس المرمى القرار الاولاني لما يديق عليه الوقت او ياخده وبعدين لما خده الرجل التاني فسده له فلازم يفكر التفكير التاني التفكير التاني ايه لا يطلع واحدة على الخط قدام لا يرقص الطرئيسة دي هي الخطورة في الطرئيسة كابتن لان انا انا خلاص انا فلص الملعب ومعايش حد لا قدر الله وانا برقص الزحلات وهو في جزء سنة صغيرة رجليه على اللقات في الملعب يعني هيبني لنا بص لو حسام مطلعش في الهوى واقف على رجليه على الارض هياخده تعرف دي ضريبة الكرة الجديدة دولة الانجليزية دولة الانجليزية بيبقى في السنة اكتر في الدولة الانجليزية بيبقى في اكتر من يجيه خمستاشر خمستاشر هدف ليجوا منهم اندية كبيرة او زي ريفربول وزي توتنهام وزي المان سيتي اللي جوان بتاقم عشان بيلعبوهم دلوقتي فبيغلطه كتير يعني بس ايه انا رأي يا كبتب في كرة زي دي ما عليش انا دلوقتي بتعدي الكلام ده لو انا كذبان واحدة اثنين ده عم بيام تسلوه بقى بعد كده ولا ماديش دعوه شيل اللي قدامه انا عادي اكمل الكرة انا بأهمل نفسي يا كبتب في حالة زي دي خاصة ان هو لما بس على اكرم ممسوك علي واحد ضغط عليه مروان واحد ضغط عليه انا واحد ضغط عليه ستخلى بالك يا احمد فيه النقطة دلوقتي حارس المرمى نفسه ده بيشتغل في التدريب كده دلوقتي يعني بمعنى ايه بمعنى هو بيتمرن تمرنين حارس المرمى في الوقت الحالي يا حقيقي تمرين الاولاني كحارس مرمى بياخد كل شغل الفني بتاع مدرب حراس المرمى تماما والتدريب التاني انه بيلعب لعيف وص اللعب بيلعب لبرو بيلعب تقسيمات وبيلعب عشان يباص ويلعب يا حقيقي وده ده الشغل الطبيعي دلوقتي دلوقتي ما بقاش شغل الحراسة اكتر من شغل الباص يعني ده ايه في التمرين جزء اساسي دلوقتي انا بس يعني بعد دي بعد الترئيسة اللي انا معترض عليها نشوف الشطة اللي شطة وهو بيطلع هنا في النقطة دي سواني معلش سواني بس سواني انا الطبيعي العب في حتة عالجنب ايه اما على الجنب الشمال على اقصى الجنب الشمال ايه اما العب على اقصى الجنب اليمين خلص انا رقصت يمين ما واضح ان ايه خلت وش رجله خلص بقى اتجاه ناحة الشمال وقلش ما هو قلش ماشي ما انا مش معطرد انا بقول الاسهل ايه بقى يحط ببطن رجله هناك في عند الكورنر الناحية التانية هو عايز يوجه بوش رجله في قلش وفي القلشة دي الراجل الشيكو دودو ده دودو لو لو استلم كويس وحط في الجنب الشناوي لسه برة كانت تبقى المسافة كبيرة وكنا لقدر الله ايه احصل ايه حاجة انا مش قصدي ان انا الكلام ده كله اللي انا قصدي فيه ايه هو احنا ضربنا تمن لعيبة الحمد لله ان الباص ده طلع غلط هنا الاسلام لو الباص ده لو الراجل ده بيفكر صح وعملها في الجنكة ممكن تبقى هدف عشان كده كنت اتمنى الشناوي بعد ما رقص خلص خلص خلصنا بالطريس يحط بوش رجله او ببطن رجله في الكورنر الناحية التانية ونخلص من الكورنر دي خالص اخر حاجة ديها تلاتة وتسعين يعني تغطية من الهاني سليمان كويسة اللي بقى اللي احنا اللي انا عايز اتكلم فيه التمثيل يعني هو عالمة لما سوش اه انا ليه جايب الحتة بتاع التمثيل دي احنا اللي ادينا له الفرصة انه نعمل كده حتى لو قام بسرعة ما قامشي اي حلم الاحوال احنا الراجل باكرايت وقع واقعة قاعد فيها ثلاث دقايق وهو سليم وقاهم مفاشا اي حاجة بس احنا اللي ادينا لهم الفرصة للأسف انه هم يعملوا كده كنت اتمنى ان احنا نخلص الماتش بدري ولو كنا خلصنا بدري كنت هتلاقي كل الكلام ده مضايب ان شاء الله اللي جاي افضل بإذن الله شكرا يا كابتان احمد شكرين جدا انا فعل شكرا حملوح لازميلتنا المدير الفني لنادي الاهلي لكورت اليد مستر ديفيد ديفز للحديث عن الفوز الكبير اللي حقا والنهاردة النادي الاهلي عن نادي الزمالي في كورت الياد برحب بك طبعا يا كابتان ايمن وبكل ديفاك الكرام والكاباتين كبار في الستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان ومبارك لك كابتان ايمن وبارك لكل جماهير النادي الاهلي في فوز النادي الاهلي طبعا نهاردة في مباراة الاهلي والزمالك طبعا في اخر جولة او اخر مباراة من الدور الاول لبطولة الدوري العام لكورت الياد كما في هذه اللحظات طبعا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي مستر ديفيد ديفز سوف أعطيك على ايمن والكناة الاهلي في التواصل الاهلي ومتابعين لك على المباراة الهلي في ديربي بين الاهلي وزمالك في الهجبسيون كيف ترى هذه اللحظات؟ كيف ترى هذه اللحظات في الاهلي مباراة الاهلي مباراة؟ بالطبع انا مستشفى فقط لأننا نقصت لك لأننا كان لدينا مباراة مباراة اليوم يجب أن نعام بشكل مباراة لقد كانوا بعض الأشياء في ما عمل جيدة لأننا عمل جيدة ولكن نحن لم نتج thirst على ما أتمنى كما نرى نعام بشكل مباراة بالطبع هو فقط حقا مباراة كما بين زامالك وزمالك بجمار سيغل من في القوة ولكن نجد أن نعام بشكل مباراة بشكل مباراة نحن لجب أن نعام بشكل مباراة هذا هو رجمي كابتن ايمن سألت على مباراة اليوم فرصا مع ذلك وبدأ بلا أن نظام الاهلي وقتان تشكد إنه مرتاح أن نهارده نادي الأهلي فاز في المباراة بغض النظر عن الأداء هو غير راضي طبعا عن الأداء كان متوقع أن يكون فيه أداء أحسن من كده يكون أداء أقوى من كده أمام نادي الزمالك يمكن كمان قال إن جميع اللعبة وكمان حراس المرمى أدوا أداء جيد ولكن كان متوقع أكتر من كده من جميع اللعيبي لنادي الأهلي مستر ديفيد of course let me also ask you about the preparations as you said derby games against زمالك it has a special preparations before the match how did you prepare with all the players before the match yeah we just had two days to prepare the match like any other match of the league and to play to prepare these matches I think we need a little bit more time now when we're going after the match of the cup the cup match we're gonna have enough time to prepare the match of the Supercop of Egypt and I will try to prepare it much better and that the team is better ready but better prepared and to play a better humble than what we did today also before the older players when they go to the camp for the national team how you're gonna also prepare for the Egyptian Cup yeah well the Egyptian Cup is before the national team so we will prepare just of course to win the title and it's really important all the domestic that we have to fight for them and give our maximum and that's it and then the players will go to national team and I hope that the most of our players go there to enjoy with the national team to enjoy the the African Championship and of course I will be there to support them and that's it but this is gonna be after and it's not part of my job everybody برضو سألته عن التحضيرات قبل المباراة اليوم يمكن سألته أكيد أن المباراة الأهلي والزمالك بتكون مباراة الدربي بيكون لها تحضيرات خاصة يمكن قال فعلاً كان فيه تحضيرات خاصة قبل المباراة ولكن الوقت ما كانش كافي بالنسبة له كان محتاج وقت أكتر من كده التحضير للمباراة النهاردة كما نتكلم مع طبعاً مع اللعبة على أهمية المباراة نتعتبر مباراة الدربي ما بين الأهلي والزمالك حتى لو المباراة مش هتقص على مشوير النادي الاهلي في الدوري ولكن المباراة تعتبر مهمة بنسبة لفريق النادي الاهلي وكمان يتكلم عن إن شاء الله أنه بعد المباراة دي هيكون في معاصكر لمنتخبنا الوطني طبعاً استردداً لبطولة أفريقيا وتكلم أنه لعبة النادي الاهلي إن شاء الله هتروح لمعاصكر المنتخب وأنه هو كمان هيتابعهم مع المنتخب وهو يعني بيتمنى طبعاً أن اللعبة تستمتع مع المنتخب كأداء في جميع المباريات ولكن طبعا أول ما هيرجعوا هستعدوا بشكل كبير جدا ويكون عندهم وقت كافي طبعا قبل مباراة الأهلي والزمالك المباراة السوبر المصري مستر ديفيز of course let me thank you for this interview and good luck for all the next matches إن شاء الله and of course the Egyptian Cup شكرا 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 جدا ويجونان يا ريتم كذا طبعا كان لقاءنا كابتن أيمن مع المدير الفني الأسباني مستر ديفيز والآن العودة مرة أخرى للستوديو طبعا الكلمة لك تفضل شوفنا تعليق مستر ديفيز على اللقاء والراجل كان بيتكلم بوقعية يعني الفوز فرحان طبعا بالفوز ولكن هو كان بيتكلم عن الأداء أنه كان يتمنى كمان الأداء مع الفوز ولكن في النهاية مبروك للنادي الأهلي وهنروح مرة تانية لصريتنا سالة حامد ولقاء مع محمد إبراهيم حارس مارمى النادي الأهلي من جديد برحب بك كابتن أيمن طبعا وكل ديوفك الكرام والكباتن الكبار في الستوديو بكل مشاهدة ومتابعي شاشة القناة النادي الأهلي في كل مكان ولسا مستمرين طبعا مع حضرتك في لقاءتنا النهاردة ومباراة الأهلي والزمالك والانتهت بفوز النادي الأهلي طبعا في مباراة اليوم لكرة ألياد يمكن معي وعن واحد من النجوم المباراة النهاردة الكابتن محمد إبراهيم كابتن محمد طبعا في بداية برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايزة طبعا نبرك لك على المباراة النهاردة مباراة الأهلي والزمالك شايف النهاردة أداء زي جميع اللي بنادي أهلي معك وشايف المباراة النهاردة زي طبعا الحمد لله أنا برحب بيك بوسرة البلدنامج الحمد لله النهاردة على المكسب إحنا يعني ممكن مشرادين عن الأداء شوية كنا عايزين نعمل أداء حساب كده خصوصاً إحنا كنا كنا كذبانين فرق خمسة الشوت التاني كنا عايزين نزوج كمان كوتش تكلم معنا بعد المطش برضو أنه مشرادين عن الأداء ولا إحنا كلعيبة بس الحمد لله بشكر زمايلي برضو أن إحنا قدرنا نخرج بمكسب مهم في دور تمهيدي عشان فرق بتطلع بنقاطها في الدور التاني إن شاء الله في مطش السوبر اللي جاي نعمل أداء أحسن من كده بكتير إن شاء الله إن شاء الله كزي ما انت قلت يا كابتن مباراة في دور التمهيدي آه طبعا مباراة مش هتأسر على مشوارنا دي الأهلي في البطولة ولكن هي مباراة مهمة بالنسبة لكم يمكن دائما بيكلم معاكم مستر ديفيد ديفيز فيه إنه كل المباراة زي بعض لازم نكسف كل المباراة ونقدي أداء جاي هو طبعا مباراة الزمالك بتبقى بطولة في حد ذاتها يعني في الدور التمهيدي بس في نظام مختلف شوية في الدور السنادي إن الفرق بتطلع بنقاطها الدور التاني يعني إحنا هنطلع واخدي من الزمالك ثلاث نقاط الدور التاني فده يدينا أفضلية وكلام كابتن ديفيد معنا دايما اللي إحنا نازم نسيطر على الكبر تيداد في مصر في السنين دي وده وقتنا إن إحنا نسيطر وما نخسرش ولا مطش وما نخسرش ولا بطولة فده اللي إحنا إن شاء الله نحاول نعمله وإن شاء الله نبدأ من مطش عندنا مطش كاس الأول يوم الجمعة مع البنك الأهلي وفرقة برضو محترمة وفرقة قوية ونستعد بقى المطش السوبر بعدها في الأمارات إن شاء الله طبعا المباراة النهاردة يا كابتن زي نقدر نقول كده يعني بروفا قبل مباراة السوبر المصري كلمني برضو عن التحضيرات طبعا مباراة الداربي دايما بقالية تحضيرات خاصة زي قدرت أن تحضروا المباراة دي وإزاي كمان هتحضروا المباراة السوبر إن شاء الله يوم تسع ديسمبر وطبعا مباراة الزمالك بيبقى لها تحضير خاص شوية غير بقية المطشات بيبقى فيه تركيز أكتر بيبقى فيه اجتماعات وفيديوهات أكتر فإن شاء الله زي ما قلت حضرتك هنعدي مطش الجمعة إن شاء الله مع البنك الأهلي بخير يعني وبسلام إن شاء الله نبدأ نستعد للزمالك التركيزنا هيكون أكبر بكتير إن شاء الله ده مطش ببطولة فإن شاء الله يبقى عرس رياضي في بلد زي الإمارات وإن شاء الله المطش يخلق كويس ونكسب إن شاء الله إن شاء الله مستي جدا كابتن محمد وبالتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله طبعا نشوف الأداء زي النهاردة كده من حضركم الجميع اللي بالندي الأهلي في مباراة السوبر إن شاء الله مستي يا كابتن شكرا ربنا يخليك شكرا طبعا يا كابتن أيمن كان لقائنا مع حارس مرمى النادي الأهلي كابتن محمد إبراهيم والآن لعودة مرة أخرى للسوديو طبعا كلمة ليك يا كابتن أيمن تفضل شكرا جزيلا زميل العديد سالح حمد شفنا برضو محمد إبراهيم يعني أحيانا المكسب بيغطي على حاجات كتير بس ده برضو ما تلاقوش غير في النادي الأهلي يعني أحيانا متبقى كذبان بس انت حسس من جواك إن انت لا أصرت في حاجة فالفرحة موجودة بس تحس إن الفرحة مش كاملة فحتى لعبة النادي الأهلي بتتعامل زي المدرب بزبط بكل الواقعية وده ما تلاقش في حتة تانية غير نادي الأهلي يعني ما بقولك كان نفسنا الأداء يبع أحسن من كده مع المكسب كان نفسنا الأداء يبع أحسن من كده ولكن اللي جاي بإذن الله إن شاء الله أفضل هنرجع تاني زميلتنا سالح حمد ولقاء مع لعب النادي الأهلي أحمد عدل من جديد برحب بك طبعا يا كابتن أيمن وبكل ديوفك الكرام والكباتل الكبار في الستوديو بكل مشاهدهم تابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ولسه طبعا مواصلين مع حضرتك أكيد لقاءاتنا النهاردة في مباراة الأهلي والزمالك والداربي النهاردة طبعا في بطولة الدور يمكن معي واحد طبعا من نجوم النادي الأهلي في مباراة اليوم كابتن أحمد عدل كابتن أحمد طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وعايزة بارك لك طبعا نهاردة على المباراة شايف نهاردة إزاي أداء لعب النادي الأهلي أمام الزمالك وشايف المباراة عامة بشكل عام إزاي طبعا الحمد لله ربنا خليكي الله يبارك فيك الحمد لله عن مكسب النهاردة بقى أحب طبعا بارك الجمهوري النادي الأهلي وفرقتي والجهاز الفني والجهاز اللي معنا كله والإدارة الحمد لله طبعا عن مكسب كنت شايف النهاردة الماتش طبعا الزماليك فريق محترم ده يعتبر الدربي بتاعنا الفريق اللي بينفس معانا على الدوري وعلى كل البطولات بس كنت شايف النهاردة ان احنا برضو يعني زي دي اوف لين لاغلب اللعيبة والحمد لله طبعا على المكسب انا شايف ان احنا عندنا حاجات احسن من كده بكتير وطبعا بدليل النتاج بتاعتنا في الدوري وفي البطولات اللي فاتت كلها وان شاء الله نسح اخطاءنا بتاعت ماتش النهاردة وانعود في ماتش السوبر للمسر ان شاء الله طبعا يا كابتن احمد يمكن بالعلامة الكاملة طبعا بتنهو الدور الاول من بطولة الدوري يمكن دا دايما بتتكلم معاكم فيه كابتن ديفيد ديفيز سواء مباراة دربي سواء اي مباراة تانية لازم نقدي نفس الاداء يمكن ده اللي كان المنتظر النهاردة ويمكن طبعا المباراة شوفنا يمكن حاصل فيها شوية يعني ظروف في الاخر اخر مسلا كم ديئة حاصل شوية يعني اعتراضات طبعا كمان في الاول بدأت وبداية مش كويسة شوية ولكن يددت في الاخر انتو تفوز ويمكن ده هو ده الهدف من من كابتن ديفيد طبعا اهم حاجة اصلا في كل الماتشات كل الماتش بنخوش نحن نخلي نكسب مفيش عندي نوقع بشانت من التعادل اول خسارة ايا كانت الظروف ايه الظروف ضدنا في التحكيم مسلا مكانش احسن حاجة اللعيب عندها داي اوف ما فيش مشكلة اللي بيطلع بينزل واحد مكانه بيحاول يؤدي على قد ما يقدر اهم حاجة في كل ماتش هو المكسب حتى لو الظروف النهاردة زي النهاردة كده مثلا الظروف كلها ضدنا واللعيبة مثلا مش موفقة ودي اوف لك اغلب اللعيبة اهم حاجة المكسب يعني ده اللي احنا قلنا جو حتى بعد ما خلصنا الماتش احنا مش راضين عن اداءنا ومش مبسوطين طبعا باللي حصل النهاردة شايف ان الموضوع يبقى اسهل من كده بكتير وان احنا نكسب سكور اصلا الموضوع مش ايزي بس اهم حاجة مبروك يا جماعة ان احنا اخدنا التلاتة بونت وقفنا الدور الاول بالعالمة الكاملة طبعا يا كابتن مبروك ويمكن المباراة النهاردة نقدر نقل زي بروفا قبل المباراة السوبر المصري امام نادي الزمالك يعني حاجة زي كده نقدر نصحها نشوف اخطاءنا فين نشوف هم بيعملوا ايه نقضى ضعفهم نقضى قوتهم ونقدر نلعب عليها في السوبر المصري لان هم دول اللعيبة اللي هلعبهم لحق طول الموسم بس كلنا سكوا فيكم طبعا يا كابتن وجمهنا النادي الاهلي عارفين انتوا على قدر المسئولين ان شاء الله تفرحونا يوم 9 ديسمبر امام نادي الزمالك في الامارات والمباراة السوبر المصري بشكرك جدا وبتوفيق ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك جدا شكرا كده طبعا يا كابتن ايمن كان لقائنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي في فريق كرة اليد الكابتن احمد عدل والان لعودة من روح للستوديو طبعا يكلم اليك يا كابتن ايمن تفضل شكرا جزينا الزميل العزيزة سلاح احمد وبينضمننا الان الاخ الزميل محمد البازل الحديث عن ارقام اليوم مساء الخير يا محمد مساء الخير كابتن ايمن مساء الخير عكبات نهارد لك يعني الارقام مبدايا خسرنا نقطتين مهمين جدا قبل طبعا تكملة المشوار الافريقي يوم السبت القادم مع يانج افريكانز على العموم اعطاكم ان شاء الله هكو بقى الفترة الجاية هنركز اكتر هنستغل كل الفرص دي النهارده كابتن ايمن الارقام شوية متقربة بين الشوط الاول والشوط التاني ما فيش اختلفات كبيرة جدا حناف بس عند ظاهرة معينة هنتكلم عليها اثناء الشرح عن الركنيات والكرسات بشكل خاص ولكن خلينا نستعرض ارقام المباراة احصائية المباراة النهارده بشكل عام يعني كانت ماشية ازاي على ارض الملعب معانا الجدول اللي بيبين الارقام كانت ماشية ازاي طبعا تعادل سلبي بالنسبة للاستحواز كان الاهلي ماسك الاستحواز بشكل كبير جدا يعني احنا لو عرضنا الارقام هتقولنا اخطاء طبعا كان فيه اخطاء كتيرة 18 خطأ ضد تسموها يعني و12 خطأ او فولات يعني ضد الاهلي الركنيات بقى هنا ده الارقام بقى الظاهرة اللي احنا نتكلم عليها ونمسكها بالتفصيل 15 ركنية اجمالي المباراة كان فيه منهم زي ما قلنا ستة في الشوط الاولاني وتسعة في الشوط التاني طبعا استغلالهم زيرو يعني ما كانش فيه للأسف الاستغلال بشكل جيد التسلل واحد بس يعني ضد الاهلي زيرو اللي اسموحة ما وصلتش اصلا هناك تسديدات 16 تسديدة للاهلي اثنين بس اون تارجت يعني نسبة الدقة حتى 13 في المية ارقام ضعيفة جدا تسديدات بالنسبة لنادي اسموحة تمن تسديدات تلاتة اون تارجت بنسبة 38 في المية التسديات اللي هو الجولد سيفينج تسديات حراس المرمى النهاردة كان فيه اثنين تصدي لشناوك تصدي لكورتين وطبعا الهاني تصدي لكورتين الاهداف المتعقعة الاكسي دي احنا حتى ما حصلناش نحن نحرز هدفين نهاردة كان هدف واحد او وان بوينت فور بالنسبة لسموحة طبعا ما فيش الفرص النهاردة كان فيه 15 فرصة ولكن خلينا اقول لحضرتك من 15 فرصة دي الكرات اللي حضرتكم شرحتوها من ناحية الفنية ما كانتش طبعا بتمثل الخطورة البيج شانس او الفرصة المحقاقة اللي كانت واحدة فقط من الخمستاشر هي واحدة فقط ده بنسبة لارقام سموحة نفس الكلام السبعة وما فيش اي خطورة الاستحواز كان كله النادي الاهلي 65% مقابل 35% السموحة التمريرات النهاردة الباصس كان 522 باص او تمرين ده على فكرة رقم كبير مقرنة من بارقام النادي الاهلي في التمريرات في المتشاط السابقة كانت اقل من كده النهاردة 634 منهم 522 صحيحة ب82% وبالنسبة لسموحة 300 تمريرة او 309 يعني 224 صحيحة بالنسبة 72% تمريرات الاهلي النهاردة رقم فعلا كبير جدا مقرنة بالمتشاط السابقة التمريرات القصيرة والشورت باصس النهاردة 563 منهم 522 صحيحة 89% سموحة 255 تمريرة 244 منهم صحيحة بالنسبة 80% حتى اللونج بولز تمريرات الطويلة نهاردة الاهلي ما عملش ارقام يعني كبيرة لسموحة طبعا عملت سبعة واربعين منهم 19 صحيحة سبعة واربعين لونج بولز ده رقم كبير يعني مقرنة حتى برقم الاهلي 32 دايما زي ما كنت اقول لحضرتك قبل المباراة اللونج بولز دايما هتلاقى في رنج 30 35 عام 42 او 47 لسموحة ده رقم كبير جدا العرضيات بقى ده اللي هنتكلم عليها نهاردة 39 عرضية للنادي الاهلي منهم 6 فقط بشكل دقيق او صحيح 15% ده رقم ضعيف جدا جدا بالنسبة حتى ناحية التانية اسموحة هم عندهم بس سبعة عرضيات واحدة بس منهم هي صحيحة بنسبة 14% المراوغات النهاردة حتى انا اسمعت الحضراتكم الكيبات كنت نتكلم حتى على الحلول الفردية الواحد على واحد او كده ما كانتش كابتن بلال زكارة فعلا ما كانتش بشكل كبير حتى الدقة النهاردة في الدريبلينج ما كانش بشكل كبير جدا 55% الاهلي 70% لان هم عشرة بس منهم سبعة بشكل صحيح كسب الكورة او الكول وين نسبة حتى الكور ريكافري او استرجاع الكورة كان كتير بصراحة 134 النهاردة للاهلي 121 لسموحة خسرنا الكورة 47 مرة سموحة خصة الكورة 64 مرة ولو كان في ضغط شرس اكتر كان ممكن تخسر الكورة او نكسبها بشكل اكبر النهاردة عايزة بقى اقف على الركنيات وعلى الكورسات الارقام الضخمة الكبيرة اللي احنا شفناها النهاردة معانا كده احصائية تحليل بقى اللعبتنا النهاردة هنتكلم بقى اللعبتنا النهاردة في الركنيات يعني نرجع بس للجدول الاولاني قبل ما نشرح الرسم البياني الابن بلاي من اللعب المفتوح هنا او الركنيات هنا بقى فيه امام عشور يعني هو عمل ركنية واحدة ومعملش ولا واحد طبعا في الابن فو احمد عبدالقادر نفس الكلام افشا هنا فيه اربع كورصات عملهم من الاوبن بلاي اربع كورصات عملهم طبعا كلهم ما فيش دقة فيهم ما استغل انهمش انا بتكلم بقى دلوقتي مسكنا كل العب لوحده الشكل كان عامل ازاي ما فيش طبعا ما بيلعبش ركنيات الافشا النهاردة اكرم طو فيه نفس الكلام ثلاثة من الاوبن بلاي وركنيات ما عملش ولا ركنية هنا بقى نعف شوية هنا بقى فيه ارقام هنا ظاهرة يعني شوية حسيني الشحات النهاردة من الاوبن بلاي عمل اربع كورصات سواء من جهة اليمين او حتى في شوط لو لانا ما كان في جهة الشمال بالنسبة لكريم فؤاد خمسة من نوع عمل واحدة بس ركنية بالنسبة لعلي معلول 8 كورصات عملهم النهاردة من لعب مفتوح او الاوبن بلاي يعني اثناء الكرة في اثناء حياسة الكرة وعمل اربع ركنيات صلاح محسن واحدة بس يعني اعتقد حسيني الشحات هو اكتر واحد لعب ركنيات النهاردة بالزبط يعني ولعب سبع ركنيات تقريبا او اه يعني هو انده حسيني الشحات عمل سبع ركنيات سبع ركنيات لوحدة اي هو عشان شفناه كتير وعمل اربع كورصات من اليمين بالزبط الارقام دي بقى عايزين نشوفها على الرسم البياني اللي بعد كده اللي بيحلل بقى احنا كمية الكرة دي ما استفدناش بيها ازاي يعني وحدت على مدار المباراة يعني الخط الاسويت دوت ده بيقولك فعل يعني ده الكروصات اتعملت او الركنيات عملت زيرو يعني ما استفدناش ما كانتش بشكل ناجح الحتة الزرق اللي فوق دي بتقولك ان ده ده رقم واحد بس ده ناجح يعني من الكروص اللي عام يعني شفت اللي هو البلاك ده في الرسم البياني ده الفيل ده اللي كان للأسف ما كانش بشكل ناجح يعني احنا هنتكلم مثلا في اول خمس دقايق يعني في الجدول هنا ما كانش فيه من الخمس العشر او الخمس دقايق اللي بعدهم كان فيه واحدة بس اتعملت ككروص او او ركنية كانت فيل يعني ما كانتش ناجحة في العشر من الخمس دقاق اللي بعدهم نفس الكلام وصلنا لتلاتة التلاتة تعملوو وهكزة يعني فيه حتى من 15 ل20 دقيقة اقامل اتنين اتنين كروص او اتنين فيهم ركنيات برضو فيل وهكزة لحد وصلنا دقيقة 25 لدقيقة 30 في الخمس دقايق دول نفس الكلام يعني بص كابتن ايمن هنا ثلاثة وما فيش الا واحدة بس صحيحة وهكزة حتى من الدقيقة 35 لدقيقة 40 نفس الكلام فيه اتنين فيل و واحدة بس هي اللي صحيح يعني كل الارقام اللي احنا شفناها سواكت ركنيات بارقام ضخمة جدا 15 ركنية زي ما قلنا وكرسط وصلنا لحاجة 30 للأسف عدم الاستغلالهم بشكل صحيح حتى قبل المباراة النهاردة لما تكلمنا على الارقام النادي الاهلي في الخمس مباريات كنا نكلم مع حضرتك ان الاهلي عمل 33 ركنية 33 ركنية في الخمس مباريات يعني بمعدل 6 ركنية في المباراة الوحدة والعرضيات كنا بنقول ان الاهلي عمل 88 عرضية في الخمس مباريات او كروس منهم بس 22 بشكل صحيح بندد في 25% هيا دي ظاهرة محتاجين نشتغل عليها بشكل جيد جدا وان شاء الله اللي جاي افضل واحسن بإذن الله شكرا جزيلا محمد شكرا جزيلا شكرا شرفتنا طيب طبعا شفنا الارقام ارقام طبعا الاستحواز والسيطرة والنهار دا كانت كلها للنادي الاهليا ولكن لم تستغل بشكل جيد تعال نروح للمؤتمر الصحفي المستر كولر ونشوف آل ايه بعد المباراة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا للمشاهد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا للمشاهد يتناقش معهم الحالات يعني هل في عملية للمناقشة بينهم أو تطوير أو تحسين أصل حاجات كلها بقى بتتكرر هي هي في عاجات قواعد في الكرة واضحة في كل حتة في العالم ما عرفش أنا بتفضل هي هي طول لمطشة بتتنفسر إيه لما لعيب يشوت الكرة وبيعيد عن اللعب أو كده أو يضيع بيها وقت أو كده وما يخدش إنذار أنا ما عرفش ده طبيعي أكيدا مفروض الكور دي يتم النقاش فيها في لعب النهاردة كان مفروض أنه ياخد كارت أحمر ما فيش طب ما فيش حد بيتناقش في الحاجات دي ولا الحاجات دي بيتعدي كده ولا ها هو بيقعد معاهم لأن أنا ملاحظ إن الموضوع بدي من السنة اللي فاتت يعني في أول موسم كان ماشي كويس وان حصل تغيير وبعدين بدأت الدنيا ترجع تاني مش أحسن حاجة كان فيه تحسن طفيف السنة اللي فاتت في وسط الموسم كده لكن في الآخر برضو بدأت كده العملية ما تبقاش أحسن حاجة والسنة دي الموضوع مكمل بشكل بأخطاء غريبة جدا ومتكررة عمليات تضيع الوقت بشكل فج جدا وما بقاش لطيف خالص وهاكذا بس ده نقطة كده في الأول كنت حب بس سؤال بطرح وكده النقاش يعني نعم شكرا لك خطرة لقدر حسنا حسنا على المساوضة لقدر حسنا هذه glory وحسنا على المساوضة اشتركوا في القناة فالصغارات والمساحة تكون أليلة تحاول تلاقي حلول للأسف لنحن لا تدعي حلول وقضعنا كم فرصة لكن لا تدعي حلول كافية لنحن نكسب وللأسف لم تتلع بالنتيجة فالصغارات والمساحة في مجال وقضعنا 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 أتحدث في المصاحة ، فى هذه السامة انا قلنا عن الواضح في البنزل في القدر وأنا أعرف أن الأمر جزء 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 في نقطة ممكن واحد برضو يفكر فيها أن احنا بنلعب تقريباً كل يومين مطش عندك يومين بيقى فيه لعبة مجموعة كبيرة بتاخد استشفى مجموعة صغيرة بتتمرن معها بتتمرن متمرنتين بس وبعين تنزل تلعب مطش تاني فميبقاش في الوحدات الكافية للتدريب على الضربات السابتة لكن بالتأكيد مع حضرتك حق كنا سيئين جداً نهاردة في الضربات السابتة ومفروض نحن نعملها أحسن من كده كتير نحن جزء جزء وقوة مطشق لا تقانين البرجمال؟ هذا امر لا تقانين في كل تأكيد مجمعات؟ هل سيكون المعنية؟ اين يتحدث عن المعنيةاً بالشاعة الضربات؟ نعم، نعم، من فضل في السلطة الثالثة وما أنت تلمسون جيدا لأسفاله وانه مددًا، لقد فضل وفضل، وقد فضلت منه وما أنت منذ السلطة الثالثة ويسألنا منذ البعض ويجعل هذا الثالثة لكي تلقب مفتقدين بعض اللعيبة بشكل إجباري مش بمزاجنا فيه لعيبة إصابات وخلافه فيه لعيبة لسه رجعة من إصابات زي مثلا علي كان مصاب قاعد ربعة ماتشاط ما بيلعبش عشان يخش في ريت من ماتشاط بياخد وقت عندنا إصابات تانية من الماتش اللي فات فالطرق يعني التشكيل يعتبر إلى حد ما قايمة طرارية في الوضع اللي احنا فيه اللي فات فالطرق يعتبر إلى خلال حد ما قايمة طرح العلالية من الملحةكانية كتبطة سيديم انكم لعيب مدخلق على بعد ومärد جيب من أجل الحامل مباشرة جيدة بالمدخل وليس بلوان وانهم لا يكون في كلب وياماً ولكن كلب وياماً ليس تسليمًا لديك فلات؟ لديك فلاتين لديك فلاتين ولكن في كل الأن لا يوجد موضوع هنا صحيح مستر قرر، سأتحدث عن أحداث المباراة محور أو المباراة؟ بأس فلاتين، سأتحدث عن أشياء الثاني سأتحدث عن الشوط الثاني كانت لديك فلاتين مشافة كبيرة في عامنانان يمكن أن يكون المعيش الخاصة في دائما أستمرت إلى بعض الأحيانات. تحصير للمستشعر إليه في المستقبل العامل. لدينا نفسه تركيز في العامل المستقبل الأحيانين. لذلك حالياً تشعر إليه في الفلانك بارعبن. بالنسبة للمستقبل العامل. لدينا نفسه تركيز في مصنع أحيانات الفرقية. ولكنه للميزتي، للنقر Özcan ومقراطة لا تفعلوا للمزل المزل للمرلمزل المبالبين لكي تفعلوا للمزل المنزل ومفرق ومع هذه المهمة ولكن وايجاك كانت تفهم شيئاً ولكننا لرفج المزل المزل لديك مرة فى بالمزل المرة انما كانت تفهم ولكننا سحى تفهم في الحدثات للمزل المزل لأن كل الفاروات لأنه لا يوجد وقت آخر فى لأن من عركة بيعمل دريبل وعنه يشوت. المساحة دي ما تخلقتش عشان خواطر كورترشاط من بارة وانتاشر غير مرتين. فعلا ان احنا اتأخرنا فيه مرتين او تلاتة. لكن في المجمل مع الكسافة دي. الشوت مش هجيب اي نتيجة. اخر سؤال. اه التغييرات المواطنة نزلت بعد دقيقة خمسة وصنعين. ايه سبب تاخل التغييرات. والليه كل التغييرات ما ما تدمتش. مع ان فيه لعيبة جدا كمستوى سي جدا. المرد المتفق والمتفق والمتفق. هل ترحث أن أمثلات أخرى أو التوئيد؟ يعني التغييرات كان صحا و الحاجة لا تاخل التغييرات أب وليه ما راجع من التوئيد. السبب سراحة. Also السبب سراحة. ساولة من ثم أولة 75 حسب. سيب سرعنا أن يكون المعابلين لاتسامين أو سالة مرة خيالية كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ لا، هذا هو الوقت لماذا كان ذلك أسوأ وكان فقط أسوأً ثلاث أسوأً لأن هذا كان قرار حسناً، شكراً المساعدة تسأل على تحكيم لتحكيم وأن كان فيه العيب مسموها كان يستحق الطرق تكلم كمان على العيبة المصابة اللي كانت غايبة النهاردة تكلم عن عودة علي معلول بعد الغياب وكلم قال إن النهاردة كان التشكيل والدكة التراري هما دول اللي موجودين ولكن اللي جاي أفضل إن شاء الله بيشرفنا دلوقتي كابتن ناصر عباس خابرنا التحكيم للحديث عن طاقم التحكيم في مبارة اليوم السلام خير يا كابتن تحاتي لي كابتن آدم تحاتي لكل مشاهدي كابتن شريف عب مريم من قصة معرابي كابتن عبد أبرحمن كابتن محمد عدل وطاقم التحكيم النهاردة كان مع حكم الدول يوسف البساطي كان المساعد الأول وكان مع خالد حسام طاه المساعد الثاني والرابع كان إبراهيم محمد وكان عرفار محمد الحنفي الحكم اللي هو المخضرم وكان محمود أبو رجال تحكيم تقريبا دولة كابتن أيمن النهاردة أعتقد مفيش اختبارات يا بلال النهاردة في داخل الصندوق خالص يعني هو كان محظوظ النهاردة محمد ما كانش فيه اختبارات حقيقية داخل الصندوق وهنا نحن نقيم الحكم من كابتن بلال على ايه؟ على الاختبارات اللي هي داخل الصندوق بسيثناء حالة حسام حسن اللي هو خد فيها قرار كان قرار صحيح غالبتن بلال كانت بطاقات الانضباطية اللي هي البطاقات السفرة أعتقد طبعا كان المعيار كفيها كان المعيار كان معيار واحد فيه خمس انذرات لسموحها وفيه انذرين للناد الأهلي هنشوف النهاردة يعني تمركز وهنشوف النهاردة البطاقات وهنشوف النهاردة حالة حسام حسن في الحالات اللي جاية أول حالة معنا هنشوفها كابتن شريف وهنا بنشوف هنا هنا عمل حاجة كويسة أوي 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 هنا كانت فيه مخالفة من رقم ثلاثة كابتن أيمن وهو خلي اللعبة تواصل واستمرار لللعب وبعدين هنا هنلاحظ هنا نشوف هنا في أول توقف هنا رجع قد البطاقة السفرة البعد هنا بيسأل لو راجل ده خد انزال ليه؟ هرجع تاني بس بالمخالفة ونشوف هنا لما حصل فيه استضام بالرأس هنا في اللعبة بتاعت امام عشور هنا نشوف هنا كان فيه مخالفة السوج بطاقة سفرة كابتن أيمن ولكن هو خلى استمرارية اللعبة الأفضل ايه هي؟ ان خلى الناد الأهل يروح يمكن يبقى فيه هجمة وهنا فعلا كان فيه هجمة هجمة وعدة ورجع قد الانزال وكان هنا القرار كان قرار صحيح في هذه الحالة نروح الحالة اللي بعد كده ونشوف نفس الشيء هنلاقي هنا لعبة هنا طبعا هو ما شافش تفاصيلها كابتن ان هو احتسب المخالفة كابتن شريف ولكن نشوف هنا مروانة كابتن بلال كابتن عادل هل هنا فيه دهس على القدم نشوف هنا كان يجب كان يجب هنا مع احتسب المخالفة كان يجب الشهر البطاقة السفرة نتيجة التهور وهنا المخالفة كانت واضحة من مروان دي يمكن الحالة اللي يمكن هو يعني اخفق فيها محمد في عدم اشهر البطاقة الحالة بعد كده نفس الشيء هنا وبالزبط نشوف هنا لعب نادي سموحة محمود وحيد خلاص حافظنا كابتن وهنا الانزال بتهور نتيجة هنا نشوف هنا خلاص كريم بعدي وشوف هنا الدهس على القدم والبطاقة السفرة بمعيار واحد ماشي محمد في الحالات التحكمية بلال ومعندوش اي مشكلة خالص في المبرأة لحد هذه اللحظة نشوف هنا المخالفة واضحة ونزلت على طول فوت ان فوت ونزلت على الارض وبالتالي هنا السفرة كانت موجودة والقرار كان قرار صحيح لحكم المبرأة الحالة بعد كده نشوف الحالة اللي جادة مهمة جدا والحالة هنا شوف هنا لعبة لو لا تمركز الحاكم وتوقعه وتركيزه ممكن هنا تفاصيل ما تبنشي كان ممكن يحسب راكل الجزاء ولكن هنشوف المخالفة هنا يا أسامة كابتن شريف كابتن أسامة نشوف هنا حسام حاسر هو اللي صنع التحايل هو اللي صنع التحايل هنا رامي هنا نجح في لعب الكرة ولكن هنا نشوف هنا نمشي شوية سمير وننزل نشوف خلاص هنا لجح في لعب الكرة ولكن هو نزل على رجله وقعدين عملوا السكوت كانت حالة واضحة جدا نشوف نزل وعملوا السكوت وهنا الإشار البطاقة للتحايل ولكن هناك شيء مهم جدا في لعب الكابتن أيمان كان يجب على محمد نشوف هنا التنفيذ خلاص هنا انتديت انذار للتحايل ولعب عنده انذار نشوف هنا بقى في استقلاف اللعدة هنا لعب نادل أهلي محمد شنوي بيحط الكرة ونشوف هنا تصرف من هذا اللعدة نشوف هو عنده انذار ايه تمام نشوف ها هذا غير معقول صح مش معنا انك انت عندك انذار انا عفيك كابتن شريف هنلاعب عنده انذار تضبوط ايه كابتن وهنا فضل في حاجتين اللعبة دي وفي الكوع اللي خده امام عشور في وشه هي جاية جاية بس هنخلنا نتكلم في لعبة دي هو عنده انذار لا ده طبعا سوق يعني انت هنا قديت انذار وصف حسن التحايل اوكي تمام تمام وده سلوك للرياضي من غير معقولة كابتن بلال بعد ما تدي الانذار وتستقنف تيجي انت شاية الكرة هنا في السؤال لو لها بدي في نص الملعب من غير ما هو ياخد انذار قبل كده بلال كان هاخد انذار كان هاخد انذار مزبوط جماعة الحسابات مش مودة في التحكيم يعني لها بديت لو في نص الملعب وارتكب هذه الحالة كان هياخد بطاقة صفرة عليها دي ممكن من دي من الحالات اللي كانة يجب على الحاكم بشارة بطاقة الصفرة التانية او صاحب الكورة او فبيشوتها بنلعب عنده نروح للحالة بعد كده ونشوف هنا منشوف هنا امام عشور وهنا الحالة اللي هي يمكن البعض هنا اتكلم فيها على ان هنا يعني سدق الحاكم نشوف كابتن هنا لعب سموحة ده محمد عادل فين بص كابتن هنا عشان بس نفرق كابتن بلال كابتن عادل كابتن اسامة القوع ده لو متني من اسامة فيش هزار بطاقة حمر على طول ولكن هو هنا الكوع مفروض فهنا القوة قلت يا كابتن القوة قلت وهنا جنو عليها اقصى درجات التهور من قدرش نقول ان هي فاقة بطاقة حمر من قدرش نقول محمد النهاردة يستدي الحاكم كابتن شيرف هنا الحالة هنا خادت انظر ليه الكوع مفروض انما لو كوع ماتني يا كابتن هناك قوة بتبقى اكتر وهنا ده سلاح كوع ده سلاح وبالتالي هنا كان البطاقة السفرة كانت بطاقة فعلا مستحقة ولا توجد بطاقة حمراء في هذه الحالة كابتن بلال يمكن ده الحالة اللي جاي الحالة يعني اخر حالة تقريبا معنا سامير لو في حالة تانية هنا بقى كابتن هنا هنا نشوف حالة مهمة جدا جدا يا بلال هو رامي ما فيش مشكلة هو راجل عدل ولكن قلنا الخطأ بإهمال ان هنا وانت بتجري كمهاجم بيحصل فيها كابتن بلال كابتن شريف كابتن عادل بيحصل ان فيك رجل بتلمس وبالتالي هنا مخالفة واضحة والانزار مستحق ليه ليه تعطيل الهجوم الواعد لو شوفنا اللعبة من اول خالص يا بلال اسامة نشوف هنا معلش سامير هتهالي من اول خالص يعني عبد المنعم لو ما كانش سابق الله عليك الله عليك كابتن حول الكلام ده هرجع تانية يا سامير معلش اللعبة دي مهمة جدا بنقول هنا نمشي عشان شوف نحظة الاتقاب نقف 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 لو عبد المنعمش موجود هنا كابتن اسامة طرد شوفهم خلفها بإهمال كان سيبقى فيها بطاقة حمر ليه بنقول هنا فرصة محققة لتسجيل هدف هذا اللعب مواجه للمرمى المسافة تسمح عنده سيطرة كاملة ان هو يروح وبالتالي هنا محمة ابنم كان موجود هنا في المكان هي نزلت من حمراء للصفرة وده تعطيل للهجوم الواعد دي كانت آخر حالة بنقول المباراة بشكل عام هو نجح يحتقم التحكيم فيها لان البطاقات الصفرة كانت بمعار واحدة كابتن بلال تمنى ان شاء الله التحكيم ونتمنى ان الاهل النهاردة في المورال اللي جاية ان شاء الله بإذن الله يفوز ويجيبت ثلاث نقاط في مباراة أفريقيا جاية جدًا شكرا جزينا كابتن ناصر شرفتنا كابتن شكرا جدا شكرا جزينا كابتن شريف كابتن عالي كابتن بلال هارت لك النهاردة خسارة لقطتين الصحافة تكلمت كابتن على القصة للنادي الأهلي المرة أخرى على التوالي بيسهل أو بيستسهل شوية المطش ويفرط لقطتين وده يمكن اللي أكدتوا عليه في السيديو التحليلي والأكد عليه ميسر مارس الكولر بعد المطش فكرة كمال أن الكرات السابتة عادة استغلالها بشكل مشكوية اللي هارتا في المطش أيضا كان من النقاط اللي اتكلمت عليها الصحافة فكرة تباول الأداء بين الشط الأول والشط التالي برضو من الحاجات اللي ركزت عليها الصحافة كابتن عاليبا بعد المطش يمكن الحاجة اللقطة الكويسة اللي كانت قبل المطش النهاردة كابتن استغرار الأداء التفاعل الكويس لعبة الأهلي والجهاز الفني اللي هم راحوا للدكة البودلاء بتاع السموحة وصفح الكابتن مؤمن زاكريا ودي كانت اللقطة الموجودة معنا وكانت من اللقطة كمال لابن الكابتن مؤمن راح حيى جمهور الناد الأهلي نيابة عن والده فدي برضو من الحاجات اللقطة اللي كانت إنسانية شوية في المطش النهاردة بقى التقارير الكابتن النهاردة تتكلمت على فكرة برضو التغييرات الترارية اللي اتعاملت في المطش برضو نفس القصة تتكلم له برضو على فكرة النهاردة التعديلات اللي عملها مرسل كولر سواء بنزول العالي معلول مثلا لعدم الإصابة تغيير بعض المراكز اللعبة في الملعب كمال برضو تتكلمه على فكرة التكتل الدفاع اللي يعب به فهي اسموحة النهاردة فكرة اللي اسموحة برضو مقدمش بكورة إلا في حدود إمكانياته برضو كابتن أحمد سامي كان صريح مع نفسه بعد المطشة كابتن وقال قال أنا نعبت على النقطة كان صريح واضح قال أنا فرقة مثلا بتعادل خسران المطش اللي فات وتعادل المطش اللي قبله وخسران المطش قبل كده فلا كان بالنسبال إن أنا أطلع مدير من النادي الأهلي بنقطة لدي حاجة كويسة على الأقل هتوقف بالنسبال هتدي دفع كويسة في المطشات اللي جاية من الحاجات كابتن أيضا اللي اتكلمت عليها برضو الصحافة فكرة إن النادي الأهلي النهاردة كان بالنسباله يستمر على الصدارة دي برضو فكرة للناس تكلمت فكرة إن النادي الأهلي للمرة التالية على التوالي يخسر لقطتين ودي اللي مزع على اللاس شوية فكرة إلا كنت فريق بطل فتخسر لقاط في بداية الموسم بس الفكرة إن الموسم طويل شوية يعني تتكلم في 34 مباراة نحن النهاردة المباراة الستة بالنسبة للنادي الأهلي لسه عندنا مطشات تالية عندنا برضو ضغط المباراة التي تتكلم عليها مرسل كولر في المقتبر الصحف وقال أنا ما عنديش وقت أو ما عنديش رفاهية الوقت مضبوط أو أشاهد حتى المطشات لفرقة المنافسة الحاجة التالية كابتن أيضا اللي اتكلم عليها يمكن برضو شوية تفرح جمهير النادي الأهلي اللي كل تعادل سلبي مع سموحة في الدوري الأهلي في نهاية الموسم يتوقف بالبطن يعني إن شاء الله إن شاء الله تبقى دي حاجة كويسة للنادي الأهلي بعيد على خسارة النقطة فكرة النادي الأهلي تعادل مع سموحة في 2013-2014 مع الكابتن الحماد السطقي وخذنا في الدورة المجمعة اللي كانت صويرة خذنا الدوري 2017-2018 النادي الأهلي تعادل سلبيا مع سموحة وتوق بالدوري السلة اللي فاتت مرسل كولر في الجولة التسعة تعادل سلبيا مع سموحة سلبيا وتوقي النادي الأهلي بالدوري هارت لك النادي الأهلي نهارته نقفل الصفحة عن دي مطش مهم جدا معينك أفريكانز إن شاء الله تكون البطولة الأفريقية أداء قوي يكون لعبة الأهلي عندهم استعادات قوي أداء مبارات قوية إن شاء الله وده معينك أفريكانز بتلاعب فرقة مش سهلة على ملعبها وسط جمهورة خسران المطش اللي فات فإن شاء الله النادي الأهلي يكون قادر بالعودة باللتيجة إيجابية إن شاء الله من تنزاليا ده كل الصحافة بعد المطشة كابتل أيني شكرا جزيلا محمد زي ما قال محمد هي مباراة للنسياء اللي جاي أصعب واللي جاي إن شاء الله يكون الأفضل والبداية بإذن الله من مبارات يونج أفريكانز في تنزانيا يوم السبت القادم إن شاء الله كده عزيزي المشاهدين بنصل لنهاية الستوديو التحليل للمبارات الأهلي واسموحها في الجولة السبعة للدوري المصري الممتاز للكرط القدم والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف كل التوفيق النادي الأهلي الفترة القادمة الصعبة إن شاء الله ولكن كلنا وراء فرقيتنا كلنا خلاص مباراة وانتهي ميستر كولر واللعيبة أعرفين طبعا الأخطاء اللي وقعنا فيها النهاردة وإن شاء الله نتجنبها في المبارات القادمة بإذن الله سواء على المستوى البطولات الأفريقية أو على مستوى الدوري بإذن الله بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة كابتن شريف عبد النعم شكرا يا كابتن شرفتنا شكرا كابتن وإن كنا حاطين أدينا على بعض الحاجات النهاردة في المباراة فده بيبقى من روح التمني للعيبة كلها بأجود حاجة عندهم بأحسن حاجة بنتمنى لهم كل الخير ليهم كلهم يعني احنا مش بنبقى قصدين لأي حاجة ده هو مستر كولر نفسه ألف المؤتمر تقريبا نفس الكلام وإحنا بنلعب مزبوط مزبوط كلنا وحشين نعتمد على بعض مركزين في المطش مش يومنا تعبنين نفسيا أي حاجة زهنين من الكرة يعني برضو الدغوطات اللي موجودة دي كلها احنا عرفنا ونديهم العذر ولكن بنتمنى للعيبة معينة ان هي ترجع بسرعة وتبقى زي في الفورم بتاعتهم ونتمتع بيهم وربنا يوفاهم إن شاء الله يوم السبت بإذن الله كل التوفيق بره بإذن الله رب العين كابتنا على الرحمن شكرا لك النقطتين ولكن اللي جاي مفترض بقى أحسن لكن أرجو أن نحن النقاط اللي تكلمنا فيها لازم نتعمل السباة بإذن الله رب العين كابتنا وسام عربي شكرا لك شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق في مباراتي إن شاء الله كابتنا على الرحمن شكرا لك شكرا لك أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى وستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى ورقة حياتي